هنروح لكرة الطائرة رجال ما شاء الله الفرقة ماشية كويس من الطم من عليها الحمد لله ماشية كويس كان اخر مباراة مع الترسانة الحمد لله فوزنا 3-0 بمناسبة يعني نادي الترسانة لا فوزنا نتيجة 3-1 الترسانة فريق جيد السنادي فريق نادي الترسانة فاز على بيتروزيت فاذا فريق الترسانة عامل فريق قوي جدا انتهت المباراة بنتيجة 3-1 الحقيقة اهم من الفوز بيتيجي اولويات عند كابتل محمد مسال حميدا المدير الفانية وهي الروتيشن وانه يجاهز اكبر عدد من اللعبين استعدادا للجولة اللي جاي اللي اكيد هكون اصعب شوية من هذه الجولة ان شاء الله طيب مين مجموعتنا بنفكركم تاني مجموعتنا بنها كسبناها رايح جاي مصر بترول كسبناها ايضا رايح جاي بترسانة نفس الامر رايح جاي الترسانة نفس الكلام برضو كسبناها رايح جاي اسكندرال بترول تنتظر مباراتنا الاخيرة معها ان شاء الله المبارات العودة باذن الله واللي هكون في صالة الامير عبدالله الفصل فريق كرة الطائرة ماشي كويس خاصة بعد انتظام كل اللعبين سواء المحترفين او طبعا اللعيبة المصريين بانتظام جيد فان شاء الله ننتظر بتحسن اكيد النتائج والجد لسه مجاش في كرة الطائرة كل ده كويس حلو ولكن كل ده للأسف مش هبقاله دور ولا اهمية غير التأهل وكده كده النادي القليب يتأهل وطبقى طبعا الفترة الاصعب اللي هكون في نهاية الموسم بعد طبعا ما يبتدي نلعب البلاي اوف او الادوار الاقصائية ونبتدي بقى نلعب تلات البستوف تري ونشوف بقى المبارات هتمشي ازاي ولكن ان شاء الله كلنا ثقة في هذا الفريق اللي ان شاء الله يستطيع واحنا كلنا ثقة الفوز بتلات بطولات السنة دي سواء دوري وكائس وبطول افريقيا والتحدد معادها ان شاء الله في شهر مايو القادم ولا تصدفها ارض مصر الحبيبة